السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في قناة سهل وسريع. يارب تكونوا كلكم بخير يارب. اه النهاردة بقى جيت لكم فكرة جديدة قوي. اه عن البرتمانات التركي. اه فكرة شيك. وفي نفس الوقت مختلفة عن اي فكرة شفتوها قبل كده. اه برتمانات وكمان الحامل بتاع البرتمانات. اه ده حصري عندي وبس. اه يعني انا اللي عمليه اه من ابتكاري. اه اولا بقى الادوات معانا. الادوات دي غير مكلفة خالص. اه لو جبتيها مرة واستخدمتيها مثلا انا عملتي بها الكانديجار عملتي بها برتمانات. اه لو انت بها اي حاجة بعد كده هتنفعك تاني بعد كده. اه معايا اول حاجة برتمان اه انا عندي برتمان ده. ده برتمان عسل. اه اه شلت منه الورقة دي. طبعا الورقة دي بتتشل اه باي منظف. منظف بتاع البتجاز. باور مسلا اي منظف بتاع البتجاز. هترشيه هتحطي ده الاول في برتمان اه حطيه في طبق مية سخنة. وبعد كده هتنزلي فيها البرتمان. فبعد كده ترشي بقى عليها اي منظف. هيتشال الورق بكل سهولة جدا. تمام? دي اول حاجة معينا. وطبعا يكون بالغطى بتاعه. اه انا معي بندوة اه ست برتمانات. تلاتة صغيرين مقاسدة. وتلاتة كبور. اه تمام? اه معي بقى ايه تاني? اه معي دهان. اه بكين. اه اللي هو من ده. بس انا جايبة يعني اشتغلت بالغطى الصغيرة. اه هو متدمر. هو اسمه ارتيكس. اه اسمه اطلاق. اه لامع. فيه لامعة مش بيحتاج لأي ملمع خالص. اه وفيه هنا معي برضو فرشة. بس عشان انا لسه كنت بستخدمها. طبعا باين على ايدي. اه دي فرشة. ومعي برضو اللون. اللون احمر. اه ومعي ورقة صنفرة لو احتاجناها اوكي ما احتاجناها اش ما فيش مشكلة. هنعمل بقى ايه دلوقتي? اه انا اخدت حبة دهان من ده. اه هنا في طبق اي حاجة قديمة. اه هنبتدي ناخد حبة صغيرين جدا. اه اي حاجة قديمة يفضل اه علشان ما تضطريش ان انت تخسريها تاني. اه انا خطيت هنا. هياخد بقى يعني نقطة صغيرة جدا علشان يجيب لي اللون البنك. نقطة صغيرة جدا من اللون الاحمر. وانا كمان بفضل ان انا ما اخدش نقطة. اه وبالخلة دي كده. هياخد حبة صغيرين. وابتدي اقلب. هبتدي اقلب لحد ما يديني اللون. اللي انا محتاجه. اه طبعا تبتعملي حسب الكمية. اه انا بوريكم دلوقتي على كمية صغيرة. اقلبهم كويس. اه هي الدرجة دي الدرجة بالزبط اللي انا ما في عايزها. اه اه اللون البنك. اه ممكن تغمقيها درجة انا ممكن اغمقها تاني مفيش مشكلة. اهي. علشان تبقى لونها كده في لمعة. لقين الطلاق ده لمعة. اه مع اللون البنك القوي هيدينا شكل تحفة. بصو كده. يا رب بيكون واضح كويس. اهو. اه طبعا ما تقلقوش من الالوان اللي بتيجي في الايد والحاجات دي. اه يفضل نكون لارسين جوان دي. اه انا هلبسه بعد شوية. بس اه اه عادي بتغسل ما فيش مشكلة خالص. اهو. اه ده اللون. وبنبتدي بقى نجيب البرتمان. اه اي لازم. اي بلاستر عندك. انا معايا الورق البلاستر بتاعي الديهان. بلفه على البرتمان من فوق كده. بالشكل ده. اهو. علشان مش عايز اي دهان يجي في المنطقة دي خالص. بالشكل ده كده. اهو. وابتدي امسك البرتمان. اه وبالفرشة واخد اه الديهان. ولون. طبعا مرحلة الديهان اللي لونه اه ده دي المرحلة التانية. المرحلة الاولى اللي هنلون بها اللي هي مرحلة الديهان اه الابيض. هندي الوش ابيض الاول. البرتمان. وبعد ما ينشف. هوريكم الخطوة التانية. اه اللي هي الوش البينك ده. هوريكم هندهنه ازاي ان شاء الله. وكمان اه في مفاجأة ان انتم ممكن ما تدهنوش اه المرحلة الاولى. وتدهنه على طول باللون البنك. ما فيش اي مشكلة خالص. آآ هيطلع لونه جميل وفي لمعة آآ وحلوة جدا. طبعا البرطمان نفس الفكرة. انا هدهن البرطمان والغطى بتاعه باللون الابيض. آآ وهرجع وريكم هيكون شكله عاملت ازاي? ونشوف مع بعد هنعمل ايه? يلا بينا? يلا بينا. آآ انا ست البرطمانات لحد ما نشفت كلها بالشكل ده. آآ وطبعا الغطيان نشفتها كمان. آآ لو في اي زوايد آآ زوايد مسلا من آآ الديهان هشيلها بصنفرة. ما فيش زوايد خلاص يبقى انا كده هبتدي ادهن. آآ طبعا الديهان ده احنا مجهزينه آآ من قبلها. وانا وريدكم هنجهزه ازاي? هنبتدي بقى ندهن. آآ هبتدي بقى اخد كده صغير من الديهان. وهدهن طبقه كمان. مش ركل ده كده. آآ برضو هراعي ان انا ما سيبش اي اجزاء خالص. آآ مش مدهونة. طبعا البرطمان نفسه فيه زخرفة. فلو البرطمان سادة هيكون اسحل كمان. لكن ده علشان فيه زخرفة فآآ انا بضطر ادخل هنا في الفراغات دي كلها. وراعي ان هي تكون مدهونة كويس. اهو. اهو. كل هندهن البرطمان كله. مش هنسيب اي جزء خالص. وبرضو هندهن الغطيون كلها. مش هنسيب اي حاجة مش مدهونة خالص. اهو. الف جزء ده. طبعا الخرفة دي كلها بتتزبط. لما بينسيبه ينشر بتتزبط تبقى جميلة. اهو. يعني كده او طبعا خلصت البرطمان ده. اهو طبعا هعمل البرطمانات كلها بنفس الشكل كده. اهو. هرجع وبعد كده هسيبهم ينشافوا خالص. وهرجع معاكم اواريكم الخطوة اللي بعد كده هتبقى ايه? اه انا كده استنيت لما البرطمانات كلها نشفت. اه ولو تقدري لو انت مش عايزة تديها وش ابيض وبعد كده وش اه بينك. تقدر تديها وش بينك على طول من غير اي اه وش ابيض خالص. اه وزي ما انتم شايفين كده فيه معاها جميلة. انا جبت حبة غيرها وخففتهم بالمية. بقى بقوا عاملين زي الزبادي كده بصوا. بقوا عاملين زي الزبادي. اه وهجيب اه سفنجة صغيرة. اه وبصوا الاشكال دي. الاشكال دي. اه انا عصاها من الورق ده. الورق ده انا كنت مستخدمها قبل كده وكان عندي. فقصت منه. اه الوردات دي كلها قصتها. اه بالشكل ده كده. لو انت مش عندك الورق وعايزة تجيبي اشكال الورد. اه ممكن تتبعي اشكال ورد ليزر. اه عند اي مكتب كمبيوتر. الورقة بجنوه نصها هتتبعي فيها كل الاشكال اللي انت عايزها. انا بقى بالسفنجة كده. وهاجي اجيب اه حبة غيرة. لو مش عند استخدمي الفرشة عادي. اه وهاجي هنا كده في المكان اللي انا عايزة. اه احط فيه اللزقة الوردة. هحط الغيرة كده. اهو. وهبتدي احط الوردة كده. بالشكل ده كده. وبعد كده همشي عليها كلها بالغيرة. علشان تزبط كويس. متيلوشت غيرة كله هيروح. ما فيش اي مشكلة خالص. انا اهم احاجة سبت الاطراف كلها. اه انا كده يعني على قد ما قدر سبتتها بالسفنجة هو. بعد كده بقى بشير الزوائد بالروحة. كده. بشير الزوائد كلها بالروحة كده من حوالين الرسمة. اهو. بعد كده هسيبها تنشف. اه وفي نفس الفكرة دي هعمل على الغطى. اهعمل على الغطى نفس الفكرة بالزبط. وهرجع واريكم هيكون الشكل عامل ازاي? في النهاية. اه بصوا يا بنات اه الحامل ده انا سنعطي بنفسي. اه ده ورق اه ده القاعدة بتاعت اه اي ترطة. وحطت من تحت بس اه غطى. علشان تلف على الرخامة. واللزقت فيها اه ده بتاع الورق اه الزبدة او اي رول. اخدته منه قطعته. وحطت من فوق كده اه ده هطى اي زيزة برضو. علشان بس يدي شكل. هدهينه نفس لون البرطمانات بالزبط. اه او اقل درجة. اه وبعد كده هرجع واريكم. شكله هيكون عامل ازاي? اه هو ده هيبقى الحامل بتاع البرطمانات. علشان بس يدي شكل مختلف للمطبخ. انا كده يا بنات اه سبتهم لحد ما نشفوا. اه والغيرة خلاص لزق على الوردات. لزق الوردات. فانا علشان اسابق الورد ده. اه ومش عايزة يبوز من المية خالص. فهدهنه بورنيش. لو انت مش هتحطي ورق. ما تدهنش بورنيش خالص. يعني انت مش هتستقى يعني كده ممكن تستغني عن الورنيش. اه فانا هدهنه دلوقتي بدي ورنيش. انا بستخدمها الورنيش ده. ده ورنيش مائي بتاع الخشب. اه فيه ناس بتستخدم ورنيش اه ورنيش مائي اللي هو كيلو بخمسة وعشرين وده برضو كيلو بخمسة وعشرين. اه ده بيغير اللون شوية بيغمق اللون درجة. يعني لو تلاحظوا الفرق بين دي ودي. اه دي ما هتطلعها ورنيش مائي ودي لأ. فبيغيروا درجة واحدة. اه بس بتبقى حلوة يعني. فانا دلوقتي هوريكم هعملو ازاي. ايه دي البرطمانة اهو. انا بعمله بالسفنجة. علشان اه بحب استخدام السفنجة اكتر يعني. هبتدي بقى امشي فوق. آآ الرسمة اهم حاجة. انا اصلا عاملها علشان الرسمة. لكن كده كده الاطلاق اللي انا مستخدميه فيه لمعة. مش بحتاج معاه اي ورنيش خالص. اهو. طبعا الورنيش ده اي زاوية بت يعني لا بتسبش اي اثر خالص. وعلى فكرة لو انتي مش عندك فرشة وعايزة تستخدمي السفنجة في وانتي بتحطي الطلاق وكده وانتي بتلوني عادي بتبقى جميلة جدا. انا كتير اوقات كتير بستخدمها. ايدي شكل اهو بعد ما تحطله الورنيش. انا هسيبه ينشف وهرجع وريكم هيكون شكله عاملت ازاي? هنشوف بقى الخطوة اللي بعد كده ايه? آآ زي ما انتم شايفين يا بنات. آآ انا كده خلصت طقم التوابل التركي. آآ شكله شيك وسمبل خالص. آآ انا مش بحب الشغل اللي فيه بهرجة وحاجات اوفر. آآ فيه ناس طبعا بتحط نقط آآ نقط آآ طلاق ابيض. آآ بالآ باللي بتاعة الويدان دي بيحطوا بالنقط نقط كده. انا محبيتش اعمل كده. حبيت آآ انه يكون سيمبل اكتر. آآ والحامل ده طبعا من ابتكاري. آآ انا عملته علشان يكون آآ حامل دوار بصوا. بيلف بالتوابل كلها. بالشكل ده كده. آآ هيكون شكله اشيك على الرخامة. وطبعا زي ما وردتكم بتعمل ازاي? آآ طريقته سهلة قوي وكلها حاجات من البيت. آآ يلا نشوف كده ونحسب مع بعض آآ طاقم التوابل ده تكلف قد ايه? يلا بينا. آآ دلوقتي البرتمانات طبعا عندنا من البيت. آآ الوردات دي من اي مفرش عندك هتجيبي زي ده كده. انا وقدم منه الوردات. آآ وكمان لو حتى طبعتها عند اي مكتب كمبيوتر. آآ هيكلفك جنيه ونص بس. آآ ده كروشيه خد كروشيه. آآ انا قصيت على قد آآ على قد البرتمان. آآ وكمان آآ ما يعني اعتبر كده مش ايه حاجات تكلفت خالص كلها كلها حاجات من عندنا من البيت. آآ الديهان لو حسمنا الديهان هنلاقي ان الديهان واللون والملمة التلاتة مع بعض حسب الكميات اللي احنا استخدمناها هنلاقيها حوالي تكلفت حوالي عشرة جنيه مش اكتر خالص. وممكن كمان يكون اقل. آآ ده كمان لو ما كانش عندكم ديهان في البيت. آآ يارب تكون الفكرة وصلتو عجبتكم. آآ ما تنسونيش بقى فيشير ولايك وسبسكرايب للقناة. وفعلي الجرس علشان يوصل الكل جديد. بصوا يا بنات بيلف معانا اهو. آآ واكد انتو شايفين انه هيكون شكله آآ شيك قوي على الرخامة. آآ وكمان آآ غير مكلف خالص. آآ تابعوني ان شاء الله في فيديو جديد وفكرة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.